ترجمة نانسي قنقر والفوز في هذه المسابقة والتي كانت على مستوى الشرق الأوسط والفوز كان بجائزة المركز الثالث ولكن تأهل للمسابقة النهائية العالمية كانت كذلك أحد النتائج لهذه المسابقة ونحن نتطلع لأن نرى فوز آخر بإذن الله تعالى في المسابقة العالمية وهذا الفوز ليس فقط لجامعة البحرين وإنما للمملكة حيث أنه يبين قدرة وجدارة أبناؤنا وما تنبئ لهم من نجاحات في المستقبل في بناء ما نتطلع له لمملكتنا الغالية هذا الفوز هو نتيجة للدعم والرعاية التي يليها سيد جالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لأبنائه بتوفير التعليم الجيد والذي يمكنهم من الإبداع والتميز كذلك المتابعة الدأوبة من سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لكل ما يساهم في رفع مستوى التعليم وتطوره فهذه ثمرت كل ذلك الغرص ونتطلع للمزيد بإذن الله تعالى والحمد لله فأن هذه التجربة تعد ناجحة من جميع الجوانب فقد حصل الفريق إضافة إلى المركز الثالث المسابقة عموما على ثمان جوائز هي لجائزة الجمهور جائزة النقل المستدام جائزة الاتصال جائزة المعايير الراحة وجائزة الحلول المبتكرة وجائزة دمج الألواح الشمسية إضافة إلى جائزة إدارة الطاقة في هذه المناسبة يسرني أن أنتهز الفرصة بأن أبارك للشباب بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر ليكون في يوم 25 مارس من كل عام للشباب البحريني والذي يؤكد كذلك الدعم للشباب من قيادتنا حفظهم الله وتقديرهم لهذه الفئة المهمة لمستقبل البحرين والتعويل عليها في مسيرة التنمية الشاملة في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى فلشبابنا كل التهاني وأجمل التمنيات بالتوفيق فيما هو آت نعم سعادة الدكتورة جواهر شاهيل لمضحكي رئيسة جامعة البحرين شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة